تحركات مكثفة للشرعية في المهرة داخلياً وسلطنة عمان خارجياً حيث وصل وزير الداخلية أحمد الميسري إلى مدينة الغيظة قادماً من العاصمة العمانية مسقطة التي زارها في 22 من نوفمار الماضي التقى فيها سفراء فرنسا وهولندا وسفير الاتحاد الأوروبي وفق تصريحات للميسري نقلها موقع وزارة الداخلية فإن العودة للمهرة تاتي في إطار توجيهات الرئيس هادي بهدف تفقد أوضاع المحافظات المحررة إلا أن مراقبين يرون أن هذه العودة لها علاقة بصراع الخفي بين الشرعية والسعودية حول حكم وإدارة المهرة وموانئها فالشرعية تريد ضمان عدم ذهاب المحافظة من تحت يدها خصوصاً وأنها تشهد حراكاً شعبياً واضحاً ضد التحركات السعودية وبدى ذلك من خلال حديث الميسري الذي أشاد بجهود شيوخ ووجهاء المهرة في الحفاظ على استقرار المحافظة رغم كونهم في حالة عداء واضحة مع المملكة التي يعتبرون تواجد قواتها احتلالاً بالنسبة لأبناء المهرة المعارضين للتواجد السعودي فإنهم يعتبرون عودة الميسري لمحافظتهم بمثابة إرباك لما أسموها أدوات أبوظبي والرياضة ووفق متابعين فإن الميسري يحظى بقبول شعبي في المهرة نتيجة لتصريحات سابقة عارض فيها اتفاق الرياضة وانتقد بوضوح الموقف السعودي تبدو المهرة نموذجاً مختصراً بحسب محللين للأزمة السياسية التي تعيشها الشرعية فسلطة المحلية بقيادة المحافظ راجح باكريت متناغمة مع التحركات السعودية بينما يظهر وزير الداخلية قريباً من المطالب الشعبية الرافضة للتدخلات السعودية في الشان المهري ولا يعلم حتى اللحظة هل سيشكل تواجد الميسري في المهرة توازناً أم ترجيحاً للموقف الحكومي المنقسم تجاه الوصاية السعودية ليس فقط على المهرة بل على اليمن بشكل عام